لو كانت الانتخابات تخرجهم من المشهد السياسي لما دعوا إليها ولو كان فيها خير للشعب العراقي لما قاطعها بشكل شبه كلي عام 2018 فعن أي انتخابات يتحدثون والقضية باتت معروفة لدى الجميع ناخبون وهميون تشرف على فرز أصواتهم لجنة انتخابات تختار أعضاءها الأحزاب والنتيجة إعادة تدوير الوجوه السابقة وتبادل الأدوار وإن حصل تحديث فهو في طريقة توزيع المقاعد لا أكثر الحديث هنا يتزامن مع دعوات بعض الكتل لإجراء انتخابات مبكرة في محاولة لإهام العراقيين بالتغيير والإصلاح لترد عليها أصوات رافضة لهذه الدعوات من دائرة العملية السياسية باعتبار أن أكذوبة الانتخابات باتت مفضوحة ولم تعد تنطلي على من له أدنى إلمام بالواقع العراقي استعراض بسيط لآراء منهم داخل اللعبة السياسية يؤكد مهزلة الانتخابات المبكرة المدعو إليها فعلى سبيل المثال أعضاء في تيار الحكمة يعترفون بأن الانتخابات الأخيرة أفرزت نتيجة واضحة هي عدم قبول الشعب العراقي بأي من الأحزاب وقادتها من خلال مشاركة 20% فقط من الشعب العراقي ما شكل دليلا واضحا على الغضب العام بنفس المنظور يرى أعضاء في الحزب الشيوعي أن قادة الأحزاب يستغلون الانتخابات لصالحهم ويسعون من خلال البقاء في البرلمان بمقاعد ثابتة تجدد كل أربع سنوات إلى السيطرة على القرارات البرلمانية وتوجهات السلطة التشريعية عضو سابق في مخوضية الانتخابات المنحلة يرى أن قانون الانتخابات مفصل على مقاس الأحزاب من حيث مرونة التزوير فيه وإمكانية التلاعب بأصوات الناخبين وأن أي تغيير جذري فيه يحتاج إلى إعادة رسم المشهد السياسي برمته وهذا لن تقبل به الأحزاب ولن تساوم عليه الانتخابات للحقيقية المبكرة التي يريدها متظاهر ثورة تشرين يجب أن تكون بإشراف لجنة عممية نزيهة وقانون جديد يكسر احتكار الأحزاب حق الترشح وينهي القاعدة الحزبية القائلة انتخبوا من تشاءون ونحن نختار من نريد